السلام عليكم. ايه الاخبار? اه عاملين ايه يا رب اكونوا بخير وسعادة كده? اه ايه رأيكم في الفيديو اللي فات? يعني يا رب بيكون اعجبكم. النهاردة ان شاء الله هنشرح بقى البرمجة الخطية وهنشرح تخطيط الطاقة الانتاجية. تمام? فيها بقى متبك درسي تالت الاخير اللي هو فيه المسألة الطويلة ده. ده ان شاء الله هبقى اعمله ايه فيديو اه لوحده بازن الله. تمام? قبل بقى ما نبدأ كده هاتلك بقى كبات القهوة لكبات النسكافي كده وعد ورع وقلم ومخمخ معايا. تمام? يلا كده بسم الله. عندي البرمجة الخطية فكرة البرمجة الخطية ايه هو بيديك مسلا مثال زي ده. وبيقول لك مسلا توجد الشركة اه عندها مسلا تات اقسان. القسم اسمه اه صنع وقسم اسمه دهان وقسم اسمه تجميع. ما تشغلش نفسك بالاسامي. هي مسميات عادية جدا عشان ما جيش الى صنع دهان تصنيع فانت تلاقي دماغك تشاء ليه بتلاقى. هي اسامي زي اي اسامي وخلاص. طيب. وقال لك والله في عندي حاجة اسمها طاقة كل. وعندي غسلات. يبقى انا عندي تلاجات وعندي ايه? وعندي غسلات. خلاص? يبقى انت كده خلي معاك وعلم على التلاجات وعلملي على الغسلات. يبقى انا كده اعرف اللي انا عندي نوعين. تمام? ماشي. قال لك والله انت عندك الصنع في ربعمائة تلاجة وخمسمائة تلاجة في الدهان وستمائة تلاجة في ايه? في التجميع. وعندك في الغسلات خمسمائة تلاتة وتلاتين وربعمائة وتمنمائة طيب. وقال لك انا عايز ايه بقى? قال لك تحديد خطة الانتاج من كل التلاجات والغسلات علما بقى ان رقم المساهمة. اه بص بقى هتيجي انت عندي رقم لمساهمة هنا وتوقف. المساهمة ده يعني ربح يعني عايز اكبر ربح. خلاص? او ممكن علما بقى ان اقل تكلفة يبقى هو عايز اقل تكلفة. يبقى هنا في السؤال ده كده عايز رقم المساهمة يعني عايز اكبر ربح يعني ايه اكبر ربح? يعني عايز في النهاية خالص واحنا بنحل اكبر رقم هيطلع في دول نهائي مين هو? خلاص? دي اول تركاة لازم تبقى عارفها. قال لك بعد كده يبلغ بقى خمسين جنيه للوحدة من التلاجات وخمسة واربعين للوحدة من الغسلات. وقال لك بقى ايه? حل. يلا بنا نحل. طبعا هنا اعمل لك الحل واعمل لك الرسمة. يعني الناس وياه بتحل مش عارفة مين مع مين ومين فين والكلام ده كله. فاحنا مع بعض كده هنصنت المسألة زي ايه? زي ما متعودين مع بعض. على سيدي. اول حاجة اول حاجة هنسمي اللي هي التلاجات دي هنسميها سين والغسلات هنسميها صوت. خلاص? مش? زي هنعمل كده اول حاجة كده هنعمل ايه? اهو نعمل دايرة كده. ونص دايرة كده. خلاص? واحدة اقصادها هنا واحدة اقصادها هنا. احنا عندنا كام عندنا كام قسم تلاتة يبقى نعمل. تلاتة اهو. خلاص? وبين كل واحدة نعمل فاصل في النص عشان هيبقى في رقمين هيتحطوا هنا. تمام? ماشي. في اي مسألة هتجيلك زي دي? اللي هنا واللي هنا دول اوتوماتيك كده صفور. سبتة او سبتة. خلاص? عشان ما اتتوهش نفسك. انا تبقى لي ايه بقى? تبقى لي الصف ده نسميه سين والصف ده هنسميه صوت يعني سين صوت سين صوت. طيب تعالا كده اهو. هنيجي كده في المسألة. احنا سمينا الجنب اللي هو الغستلات ده سين صح? وسمينا ده صوت. هننقل دول هنا اهو ادي ربعمية. وادي خمسمية اهو. وادي ستمية. نيجي بقى عندي صوت طبعا سين بسفر هنا. عندي خمسمية تلاتة وتلاتين اهو. وعندي ربعمية. وعندي تمنمية. صعبة? اه اظن ان مفيش اسهل من كده. دي كده اول حاجة عندي. طبعا ده كان عندنا اسمه صنع. وده كان عندنا اسمه دهان. وده كان عندنا اسمه ايه? تجميع. وده سين اهو. وده صوت. وده سين وده صوت. عشان من ايه? تبقى انت متخيل الدنيا. عملنا الخطوة دي. اهو. هنيجي نرسم بقى. تعالا كده اتجيب لي المسطرة كده جميلة اهو. تعال يا سيدي. ونقوم عاملين ايه? واحد. اهو. ايه خطين كده جميل. ونيجي. هنسمي ده سين. وهنسمي ده صوت. خلاص طيب. اتفقنا ان ده سين واتفقنا ان ده صوت. طيب تعال كده. في السين عندي هنا. اكبر رقم كام? ستمية. يبقى انا همشي هنا. يبقى انا همشي ميات. مية متين تلتمية ربعمية خمسمية ستمية. ادي مية متين تلتمية ربعمية خمسمية كام ستمية. قوم كاتب هنا ادي مية. متين تلتمية ربعمية خمسمية كام ستمية. وزي ما عملت في سين هعمل في صاد. انا صاد عندي اكبر رقم كام? عندي تمنمية. يبقى انا همشي برضو ميات لحد تمنمية وهقف. اقول له ادي كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. واجه كده اقوم كاتب مية. متين. تلتمية. ربعمية. خمسمية. ستمية. سبعمية. كام? تمنمية. ليه لحد تمنمية? عشان اخر اكبر رقم عندي موجود في صاد هو التمنمية. ماشي. يلا بقى نظلل. تعالى. قال لك قال لك سين بكام بربعمية? هاجي عندي سين وهم معلم بربعمية صح? اهو. اول حاجة. وقال لك صاد بخمسمية تلاتة وتلاتين. ادي خمسمية هي. هطلع شوية. هاجي كده واعلم. اهم وموصلهم ببعض. صعبة? شوف التانية. عندي سين بخمسمية هاجي عندي خمسمية واعلم. اهو سين بخمسمية. اهو. ادي سين. وادي صاد. عشان تبقى ايه مترجم معي. انا عندي سين تلاتة بخمسمية. علمت عليها. وعندي صاد بربعمية. في الربعمية في صاد اهي. وهم اوصلهم ببعض. كده. جميل? ماشي. اخر اخر حاجة عندي. عندي سين بكام? بستمية. ماشي. وصاد بتمنمية. اجي كده واقوم ايه? وهقوم موصل. جميل? طيب. عندي نقطة التقاطع. الخطين اللي ماشيين في بعض. فين الخطين اللي ماشيين في بعض? اهو. هاجي كده واقوم اعمل نقطة سوغانطوطة. وهنزل واقطع تحت كده. اهو. هاجي كده واقوم قاطع. اهم اعمل نقطة. وياجي هنا برضو واقوم ايه? يعني اهو. ايه مفروض تبقى معنا ايه? متين. على حسب بقى ما نطلع معيك. خلاص. مشي. طيب. هو في السؤال قال لك انا عايز رقم المساهمة. يعني اكبر ربح. وطالما اكبر ربح انا باخد الحاجات اللي جوه. الخط اللي معا اللي جوه ده ده كده اكبر ربح بتاعي. طيب لو قال لك اقل التكلفة هاخد اللي برا. الخط ده. شاف الخط ده كده? اه. هبدأ ازلله. عشان قال لي ايه? اكبر ربح. لو قال لي اقل تكلفة كنت هزلل اللي برا. ماشي. خلصنا احنا الحتة دي? اه. دلوقتي شغل شغلي كله هيبقى جوه في المربع ده كده في التلاتة دول كده. انا كل اللي برا ده انساه مش عايزه خلاص. ليه? لانا قال لي اكبر اكبر ربح فانا اكبر الربح شغل كله جوه جوه المسلس ده. تمام? اول حاجة زي ما عملنا فوق هنيجي كده ونعمل هنا. اول حاجة كده اهو. اهو. اول حاجة عندي فسين عندي كام يا حبيبي عندي ربع مية. اهو هجوم كاتي بربع مية. وصدها حاجة لأ صفر. وهجي بعد كده صد. صد عندي بكام? برضو بربع مية. اهو صد بربع مية. وسين بصفر. احنا اتفقنا ان ده سين وده صد. ماشي. تالت حاجة بقى. عندي هنا التقطع بتاعي قطع كام? قطع عندي بين التلتمية وبين الميتين. يعني في النص هنقول متين وخمسين. ادي متين وخمسين. وبعد كده عندي هنا قطع كام? قطع عندي متين. تمام? عارفتوا دي جهت ازاي? يبقى انا عندي هنا عشان اقدر اطلع دلة الهدف عملت الرسم البياني بتاعي وخطط وخدت اكبر ربح اللي هو من جوة. تلاتة دول هشتغل عليهم كل اللي برة ده اعتبر نفسي مش شايفه. خلاص? هاجي عندي سين وهاخد الربعمية وصاد بصفر. وهاجي عندي صاد ربعمية اهيه. والسين بتاعتها بصفر مفيش. وهاجي عندي التقطع هو اللي فيه اللعبة كلها باخد الاتنين مع بعض. يعني دي دايما كده معاك. دي كده لازم واحدة 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 واحدة. طيب. هاجي كده واجب له هقول له دلت الهدف الهدف عندي بتساوي ايه? انا كان عندي في السؤال انا كان عندي في السؤال مش قال لك التلاجات الغسلات التلاجات بخمسين والغسلات بخمسة واربعين? اه طيب واحنا سمينا التلاجات بسين? اه وسمينا الغسلات بصاد? تمام? طيب يبقى انا عندي هو قال لك التلاجات اللي هي سين بخمسين وقال لك الغسلات اللي هي صاد بكام? بخمسة واربعين? دي دلت الهدف. ممكن نجيب لك نقطة عليها. يقول لك دلت الهدف بتساوي ايه? اهي. انت سميت التلاجات سين وسميت صاد وهم اديك بخمسين وخمسة واربعين كتبت دلت الهدف وانتحضت الاتنين دول. خلاص? هاجي هاخدوا الرقامين دول زي ما هم وهم موزعوا مع التلاتة عشان نعمل عملية ضرب ونطلع اكبر هدف عندنا. تعالى. بقى انا اول حاجة كده هعمل زائد جميل وهنا زائد جميل وهنا زائد جميل. هنعمل ايه? هنوزع زي ما قلت لك هنا خمسين وهنا خمسين وهنا خمسين ونحط علامة فيه صح كده صح كده ماشي وهنيجي الناحية التانية هنحط خمسة واربعين في التلاتة خمسة واربعين خمسة واربعين وعلامة الفي الجميلة بتاعتنا. طيب هنعمل ايه بقى? هناخد بص بقى. الصف ده كده زي ما هو هترسه لهنا والصف ده كده زي ما هو هترسه لهنا تعالى كده بقى لامين. انا عندي هنا ربعمية اللي هي سين وعندي صفر وعندي ميتين وخمسين خلاص خدت الصف ده اهو خدت الصف ده كده حطته هنا. هاتلي الصف التاني كده زي ما هو حطه لهنا. اول واحدة ربعمية والتالتة كام ميتين خلاص نبدأ ايه نضرب اي حاجة بصفر بصفر طبعا اهو هتعلم بس كده ونبدأ ايه نضرب خمسين في ربعمية بكام بعشرين الف وخمسة واربعين ده كده صفر خلاص مش محتاجين وخمسة اربعين في ربعمية بكام تمنتاشر الف وعندك خمسة وعشرين في خمسين زائد خمسة واربعين في ميتين هيديك كام واحد وعشرين الف وخمسمية طيب انت اكبر 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 ربح عندك اكبر رقم تلع فين اهو يبقى في المسال ممكن يجي يقول لك يبقى ده عندي ايه عندي التجميع صح كده احنا متفقين لانا كان عندي اول حاجة صنع وعندي دهان وعندي تجميع تلع اكبر رقم عندي اللي هو بتاع ايه بتاع التجميع خلاص ممكن يجي يجي يجيب لك الرقمين دول في البابلشيت يجيب لك التلاتة دول ويقول لك ايه اكبر رقم عندك ايه هتقول له واحد وعشرين الف وخمسمية طيب والتجميع بتاعه الكوت بتاعته ايه هتقول له ده خلاص ادي كده بالنسبة لسؤال البرمجة الخطية اه عيد الفيديو مرة واتنين وتلاتة تمام هتلاقي معاك الدنيا سهلة يلا بينا نشوف سهل جدا عندي السؤال ده موضوع التالت درس اسمه تخطيط الطاقة الانتاجية تمام هو بيتكلم عن ايه يعني بيتكلم بيقول لك الطاقة عندي الطاقة الحالية الطاقة الحالية دي عبارة عن طاقة قصوى وطاقة ايه وطاقة فعالة تمام اه الطاقة القصوى لها قانون والفعالة لها قانون وبيجي عليهم سؤال اه زي كده يعني بيقول لك مسلا ازا كانت الطاقة القصوى في احد المصانع ميت واحدة في اليوم وكانت الطاقة الفعالة لهذا القسم خمسين واحدة في اليوم والطاقة الفعلية لهذا القسم خمسة واربعين واحدة في اليوم. قال لك حدد لي درجة الاستفادة من الطاقة القصوى. وحدد لي درجة الاستفادة من الطاقة الفعلية. وادي القانون خلاص. ومديك الطاقة. ممكن حد يشوف القانون كده يا عم ايه ده صعب. تعال نرمي الورقة دي كده. ونيجي نحل بقى السؤال ده. خلاص? طيب. قال لك اول حاجة انا عايز الايه? قال لك عايز الطاقة. القصوى. نعمل شرط تكسر. ونقول له في مية عشان هنطلع نسبة. وقال لك انا عايز الطاقة. الفعالة. نفس القصة شرط تكسر وفي مية عشان هتطلع نسبة. طيب. بص كده معي كده ركز كده معي ركز معي. شاف الطاقة القصوى دي وشاف الفعالة دي هتنزل تحت زي ما هي. وده هتنزل تحت زي ما هي. يعني هنا هنكتب هنا القصوى. وهنكتب هنا الفعالة. سهلة? يبقى انت عندك كده اولا بقول لك الطاقة القصوى اعرف ان هي هتتحط في المقام. وعندك الطاقة الفعالة هتتحط في المقام. طب ايه اللي هيتحط هنا? هي كلمة واحدة بس هتتحط هنا هتتحط في الاتنين. هنحط ايه? الطاقة الفعلية اهي. الفعلية. الفعلية. خلاص? ادي القانون يا سيدي. طب يلا نعود تعال. اهو شرطة الكسر وفي مية. وشارطة الكسر وفي ايه? وفي مية. طب احنا زي احنا قلنا هنا فعلية وهنا فعلية. هو مديك الفعلية بكام? بخمسة واربعين وهنا خمسة واربعين. طيب هنحط تحت الكسوة. الكسوة مديهلك بكام? مديهلك بمية? اهي. خلاص? والفعلية مديهلك بكام? بخمسين. اضرب دف ده. هنا هيطلع لك خمسة واربعين في المية. وهنا هيطلع لك تسعين في المية. طبعا هيجي الديك سؤال يقول لك يا الطاقة الكسوة بتساوي كما تقول له خمسة واربعين في المية. هيجي يقول لك الطاقة الفعلية بكام? بتساوي تسعين في المية. خلاص? سهل اهو. ادي الطاقة يعني مش هتمحتاج تحفظ قانون. اتقى الكسوة اتقى الكسوة في المقام وفعلية فوق وفعلية فوق هنا. وهنا الفعالة بتنزل والكسوة بتنزل تحت. يبقى انا عندي الفعالة الفعلية هي اللي مشتركة في البسط هنا والبسط هنا. المقام تحت بحط الكسوة واخد الاسم اهو منه. والفعالة باخد الاسم برضو ايه منه. كده فيديو النهاردة خلص تمام? طبعا اه تفرج على الفيديو مرة واتنين ولازم تحل بايدك وتحل المسال اكتر من مرة عشان يزبط معاك وحاول تفهم برضو. افهم الخطوات مش تحفظها. انك انت لو فهمت الخطوات ماشية ازاي خلاص. مش هتنساها. تمام? والفيديو عجبك طبعا بقى مش هقول لك بقى ايه لايك وشير والكلام ده كله وكومنته وابعت الفيديو بقى لصحابك وحبيبك والكلام ده كله. دعوة حلوة طبعا. دي اهم حاجة عندي. شكرا وشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.